موسيقى الزيارة الرابعة للقاهرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلار الزيارة تأتي لبحث آخر المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية الليبية وكنوع من تقارب وجهات النظر بين الأطراف وتنظيم سلسلة من الحوارات مع الجانب المصري باعتبارها الدولة الأقرب إلى ليبيا عن باقي الدول الأخرى المحيطة بها تقابل المبعوث الأممي مع عدة أطراف خلال زيارته إلى القاهرة حيث تقابل مع رئيس الأركان العامة المصرية ووسير الخارجية وعضو مجلس الشعب كما عقد عدة اجتماعات ببعض الأطراف الليبية في القاهرة وأكد أن لديه اتصالات مستمرة مع الدول المجاورة لليبيا في إفريقيا وأوروبا كوبلر وصف المشهد لبيبي الفوضى مؤكدا أنه ليس هناك ملامح لدولة قادرة على ممارسة مهامها إضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة في الغرب حسب قوله السيارات التي يقوم بها كوبلر والتي وصفت بالمكوكية تأتي في محاولته لمقابلة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي رفض أكثر من مرة مقابلاته فيما أكد كوبلر أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية دون مشاركة القائد العام وأن أي حل ليبي لابد أن يكون المشير حفتر جزءا منه وأكد كوبلر في مقابلته التلفزيونية مع قناة سي بي سي أن حكومة الوفاق قد فشلت في حل مشاكل المواطنين وعدم قدرتها على إجراء ترتبات أمنية صحيحة لتمكينها من أداء عملها في العاصمة طارابلس إبراهيم الحنبولي لقناة ليبيا الحدث اشتركوا في القناة